بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين عزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات الأباء والأمهات أولياء الأمور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في نموذج جديد من نماذج الامتحانات الخاصة بمرحلة الرابعة الأستوس الثاني مادة اللغة العربية مستوى الرابع ابتدائي هذا الحصة إن شاء الله قد موح النموذج اللغة العربية مستوى الرابع ابتدائي كما تلاحظوا الفرض رقم جوش الأستوس الثاني المستوى الرابع ابتدائي هنا عندي مكون التراكيب هنا هي التراكيب عشرة ديال النقاط وكذلك عندي مكون الصرف والتحويل هنا عشرة ديال النقاط إذا سنحاول نقدم هنا غير جوش ديال المكونات هي التراكيب والصرف والتحويل فالحصة مقبلة إن شاء الله غادي نقدموا يعني امتيحان كامل من فهم المقرؤ القراءة حتى التعبير الكتابي إذا غادي نكمل عادة غادي نقرأوا الأسئلة نشرحوها ومن بعد نعطيه التصحيح ديال هاد الامتيحان كما كتعرفون أنتم مقبلين في الأسبوع المقبل إن شاء الله ابتداء من ثلاثة وعشرين من ثلاثة وعشرين ماي عندكم الفرور المحروسة إذا نتمنى الناس اللي مهتمين والناس اللي كيهمهم الأمر أنهم يتبعوا معي الفيديو حتى الأخر باش يقدروا يستفدوا أكثر ويكتسبوا مهارات وقدرات ويحاولوا ما أمكن يتبعوا باش ينهار ذيال الامتيحان إن شاء الله ونهار ذيال الفرور يكونوا متعودين على التعامل مع الامتيحان أول مكوين هو التراكيب عشرة ديال النقاط السؤال الأول أشكر الجملة الإسمية التالية يتقبلوا بعد إدخال النواسخ الحرفية والفعلية عليها لأن هنا عندي الجملة الإسمية كندخل لها إدخال ناسخ فعلي على الجملة مع الشكل وإدخال ناسخ حرفي على الجملة مع الشكل إنتم هنا مطالبين بالشكل لجملة الإسمية الجملة الإسمية اللولة الغابة كثيفة الصفر ممتعة إذن كتشكلها من بعد كدخلوا حد ناسخ فعلي كتعرفوا بأن النواسخ الفعلية إي كان وأخوتها أشكتدير من كتدخل على الجملة الإسمية أشكي وقالها إذن غتدخل ناسخ الفعلي وهنا ستدخل ناسخ الحرفي هنا كنا عارفوا بأن الناسخ الحرفي يعمل عمل عكس عمل ناسخ الفعلي لأن لدينا جزء ديال الجومة نعتقد بأن السؤال هو مفهم السؤال الثاني أصله بخطين هنا عندي أدوات العطف عندي الواو وعندي الفاء وعندي ثم إذن بالنسبة للواو كيف يمثل وكيف يفيد لي الترتيب يفيد الترتيب والتعقيب والجمع بين المعطوفي والمعطوفي علي كذلك نفس الشيء بالنسبة للفاء وكذلك الأمر بالنسبة لثم السؤال الثالث أركبوا جملة تتضمن معطوفا ومعطوفا عليه معطوف ومعطوف عليه إذن هنا أجيبوا واحد جملة تباك نعرفوا بأن المعطوف عليه كيتبع المعطوف إذن هنا يع لابدأ أنكم تستعملوا حرف من حرف العطف بس جيبوا واحد جملة فيها معطوف ومعطوف عليه ثم السؤال الرابع أجمعوا بين جملتين بحرف عطف أسافروا إلى مدينة مراكوش أسافروا إلى مدينة إفران إذن سأجمعوا ما بين هذه الجملة بحرف عطف مناسب مع الشكل خامسا أعرب الجملة التالية كان السفر ممتعا كان أش كان عربه السفر مدى نعرفه ممتعا أش كان عربه الشيء رائع بايد وواضح ما صرفوا التحويل الآن أشترك النقاط أتمموا أو أتمموا بضمائر منفصل مناسب كان عرفوا الضمائر المنفصل إذا لكم قريتواها ضمائر منفصل مناسب مكان النقاط سافرنا إلى إسبانيا وبقيتم في المغرب ما هي الضمائر منفصل؟ مناسبة حسب السيق لها الجملة ثانيا أم لأجد ولا بما يناسب جزء النقاط أنا عندي ضمائر متصل هنا تنزهنا ضمائر منفصل كذلك هنا تنزهنا وتسبب الضمائر متصل أشان قولنا وبسبب الضمائر متصل أشان قولنا نحن نحرصها كذلك الذين أنا سافرت هم يسمعوننا إذن نحد هنا الضمير المتصر ونحد الضمير المنفصل في هذه العبارات بربعة السؤال الثالث أصل بخطين لنصر بخط عندنا غابة ثم الغابة غابة الأرزي في نية الكلمة اللي معرفة بالإضافة وفي نية الكلمة اللي نكرة وفي نية الكلمة اللي معرفة بأل نعرف إحنا أنواع نوع التعريف وكنعرف الخصائص لها لواحد الاسم نكرة هذا الشراج فينا يمكن لكم ترجعوا الفيديوهات اللي أعطيت خاصة ما يتعلق بالمعرف بأل والمعرف بالإضافة والنكير رابعا أعرف الأسماء الأسية بالإضافة شجرة إذن نضيف عليها واحد الاسم باش هذا الاسم غاد يعرف لنهد الاسم هذا اللي هو نكير شجرتون ثم عندنا منتجعون ثم عندنا وادون خامسا وحولوا الجملة التالية حسب الضمائر عندي الجملة هي أنا تنزهت في غابة المعمورة ماذا نقول في نحن الضمير نحن متكلمون أنتم ضمير الجمع المخاطب هنا الجمع الغائبات أنتم المثنع المخاطب إذن هذا الشي اللي أطلاف المكونين ديال التراكيب بالصف التحويل في الحصة الجاية إن شاء الله نعتقد أنها تشيرها وسيط يكفيكم الناس اللي عندهم صعوبة يقدروا يرجعوا الفيديو السابقين الخاصة بهالدروس هذه اللي تعطوا في هذه النموذجة موعدونا في حصة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر